مع أن هذا المخلوق الحقير ذكره الله في القرآن الكريم قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها وضعت البعوضة تحت مجهر الكتروني بكبر أربعمائة ألف مرة فإذا في رأسها مائة عين وزن البعوضة واحد على ألف من الغرام في رأسها مائة عين في فمها ثمانية وأربعون سنا في صدرها قلوب سلاسة قلب مركزي وقلب لكل جناح وفي كل قلب أذينان وبطينان وذسامان وتملك البعوضة جهازا لا تملكه الطائرات تملك جهاز استقبال حراري هي ترى الأشياء لا بألوانها ولا بأشكالها ولا بأحجامها ولكن ترى الأشياء بحرارتها فقط الغرفة بالشتاء الحرارة قمسة الطفل سبعة وثلاثين لا ترى إلا الطفل مع جهاز تحليل دم ما كل دم بناسبة تاخد عيني بعدين بتنص قد ينام أخواني على سرير واحد الواحد دمه لم يعجبها لا تلسعه أما الثاني ملأته لسعان مع جهاز تحليل ومع جهاز تميع دم لأن دم الإنسان سمج لا يسري في خرطومها بتميع الدم ومع جهاز تخدير حتى ما يقتلى بتخدره لما تنتهي من مصد الدم بعد ثواني بينتهي مفعول التخدير بحس بلسعة البعوضة يضربها بكل قوته هي في سماء الغرفة تضحك عليه مع جهاز تحليل جهاز تخدير جهاز تميع في برأسة مئة عين بفمة منو أربعين سن بصدرة لت قلوب مع جهاز استقبال حراري هي البعوضة أما خرطومها فيه ست سكاكين أربع سكاكين لإحداث جرح مربع وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن ومحاجم إذا وقفت على سطح أملس هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أشكر حضوركم وإصغاءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته